بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ننتناول في هذا المقطع البك درالينج خلصنا لسبوط درالينج المرحلة الثانية البك درالينج بيقول لي هذا السايكل البك درالينج تعمل كالجي بس إكسيبتي لكيو البك دبث احنا زي ما اتفقنا قلنا البك درالينج كانت تتعمل في مرحلة واحدة انما انا هنا عندي عمق الهول كبير فما اقدرش اعمل العمق ده على مرحلة واحدة فالكيو هنا اللي هستعملها هي اللي هتورريني انا محتاج كام مرحلة عشان انهي هذا الهول فلو جينا هنشوف الفورمات بلوك هتبقى ازاي جي ايه تسري ثري اللي هي ايه عبارة عن ايه البيك درالينج كوت وبعدين اكس نيو واي نيو زد اللي هو الدبث نضيف ايه شبابة الكيو اللي هي البيك دبث وبعدين الفيد بس انا اضفت هنا بس اللي مين اللي هي الكيو اللي هي ايه بتاعت البيك درالينج اكس نيو واي نيو واي نتخدم واي نتخدم وبعدين يكون المسافة باوبين تو 5 25 من 100 يبقى إذن أنا هعمل اللي هون على أربع مراحل تعال نشوف المراحل دي هتتم إزاي لو جينا للمرحلة الأولى يبقى دي كده البيك وان بيقول لي 25 من 100 قبل ما أبدأ الموضوع ده عايز أوضح حاجة أني أنا هعمل المشوار اللي هعملها أو المرحلة الأولى اللي أنا هعملها اللي هي السهم اللي موجود قدامي أنا هعمل إبادة من هذه المرحلة لازم أرجع بالطول لهذه النقطة دي بيسموه إيه الار أو الريتراكت بلان أني أنا بطلع فوق الهول بمسافة محددة هذه المسافة المحددة تخليني أخذ المجال لأن أنا أطلع الرائش وبقريب من الهول بحيث أن أنا أقدر أعمل البيك 2 و 3 و 4 طيب المسافة المحددة دي بقى دي إحنا أخذناها في الإجزامبل بتاعنا ده بيزد بواحد من عشرة إنش فيبيجي بيقول لي تعالا بقى نعمل بقى الفرست باس 25 من 100 دي قال لي إيه فرمضي إنشيال زد بكام بواحد من عشرة يبقى أنا لما أبدأ من هنا بواحد من عشرة قال لي السولد آه آه اللي موجود قدامي ده هو المسافة اللي أنا هنزلها إيه كل مرة وبعدين الدوتطالين اللي هي المسافة اللي أنا إيه هارجع يقول لي stop at z minus لو انه نزلت بقى نزلت 15 من 100 then رابطز باك او 2 زد بواحد من عشر يبقى انا هنا عمل تقديم من الهول ركز معي شوية عشان نقدر نخلص المسافة دي صح زد ب 15 من 100 طب ما تيجي للسكند باس قال لي pick 2 اللي هو السكند باس تعال برضو اللي نزلنا المرة اللي فتته من هنا لحد دينو قال لي طب هتنزل بال 25 من 100 مش نقول الكوب 25 من 100 يبقى 25 من 100 plus 15 من 100 يبقى minus 0.4 then رابطز باك او 2 زد بواحد من عشر وبعدين رجعت ايه عندي زد بواحد من عشر تعال ناخد الثرد باس الثرد باس الثرد باس بيقول لي رابطز باك او بريفيس ديبث اهو فيدز اناثر 0.25 ديب 2 minus 0.65 ما انا عندي 4 من 10 وضعنا عنهم 25 من 100 يبقى داني minus 0.65 then رابطز باك اوت ويرجع تاني المستويب هنا المشورين اللي هم بالدوت وانا نازل وبعدين خدت 25 من 100 وضعنا عنهم 25 من 100 65 من 100 رجعت تاني الى الثرد بواحد من 10 ده الثرد هنا بيقول لي ايه minus open 65 يبقى انا محتاج كام 75 من 100 طب تعال نشوف انا هاخد 75 من 100 ولا هاخد رقم تاني وليه ده اخر مشوار اللي هي البيك الرابعة البيك الرابعة هي بنيجي بنقول final path pass عندنا ايه رابط just short for previous depth feeds to final depth of z minus 0.825 هنا انا انزلت ال 65 من 100 وبعدين انا المفروض لما انزل 25 من 100 انزل 15 من 100 عشان نجيب ال 75 من 100 لا ده هو كتب لي رقم z minus 0.825 لا 825 من 100 then rapid back out to z بواحد من 10 حين انت عارف ايه هي المسافة فيها عندنا حاجة اسمها print depth و program depth ده لازم نبرمج احنا program depth لل bottom of the hole وده ان شاء الله اللي هو اضحه لكم فيه المقطع القادم ونعرف ليه الرقم ده ما زالت مقابل من الفيديو شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته